بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو القنديل والسراج اللي احنا بنمشي به في حياتنا ويظل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تضيق بنا الدنيا ونقرأ سنته صلى الله عليه وسلم ونقرأ جمال حكمته صلى الله عليه وسلم الدنيا تتسع وتستنير مش بس لما بتضيق بنا الدنيا في كل وقت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هو المفتاح كلامه هو النور والبركة اللي بتخلينا نبقى عارفين منين ندخل على السعادة وإيه باب البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى اللي هو البقاء في حضرة الكرم والبركة والنور النهاردة نتكلم عن حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بسمي الحديث ده حديث المدد ليه كده بتسميه حديث المدد نسمع حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أكسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الحديث أخرجه الإمام مسلم الحديث داني بيقول من حديث سيدنا أبي هريرة إن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أنا ليس مثل حديث ده حديث المدد لأن نظر الله سبحانه وتعالى إلينا ليس نظرا مقردا وليس نظر الله إلينا هو نظر المراقبة ولا نظر التربص ليه نظر ربنا إلينا مش نظر التربص ولا نظر المراقبة لأن ربنا هو اللي خالق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إبا إذن الله سبحانه وتعالى نظره إلينا ليس ليراقبنا ولكن نظره إلينا لكي يسندنا ويمدنا ويعطينا أعطاء لا يتوقف ولذلك نظر الله إلينا ده هو نظر يمدنا به سبحانه وتعالى يمدنا بالكرم يمدنا بالفتح يمدنا بالعطاء ولذلك كان الناس دايما في كلامهم يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليهم ولذلك احنا حتى في الأحاديث وفي دعية المأسورة اللهم انظر إلينا بنظر الرحمة إبا نظر الله سبحانه وتعالى دائما بابه هو باب الكرم باب العطاء باب الجود باب الفتح باب التوفيق فنظر الله سبحانه وتعالى إلينا معناه أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا ليوسع علينا ولذلك أساس تفضيل البشر عند الله ما بينبنيش على قوة الجسم ولا شكل الإنسان وإنما بينبني على القلب والعمل وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالنظر وكأن نظر الله سبحانه وتعالى إلينا نعمة من أعظم النعم علشان كده كان من أشد أنواع العقاب هو الحرمان من نظر الله الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة يعني إيه؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم بأن لا ينظر إليهم وأنتوا عارفين نعيم الجنة جي عندي نعيم الوصف نعيم الجنة وصف الجنة وتعريف أهل الجنة ما لهم؟ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة لي؟ لأن الله ينظر إليهم لإني كان عقابهم في النار إنهم يبعدوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يبقى عشان كده عرفنا إن النظر الله سبحانه وتعالى ده إن الوحد بمحل نظر الله دي نعمة من أعظم النعم وما كونها نعمة من أعظم النعم تستجوي بالشكر يبقى الله سبحانه وتعالى لما يخبرنا ويوقفنا على أنه ينظر إلينا فأول ما أسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم لابد إن قلبي يسجد شكرا إنه محل نظر الله سبحانه وتعالى لي؟ أقول لك الله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى شيء يجعله عظيما جليلا ولذلك لما ربنا بينظر إلى شيء بيجعله عظيما جليلا ولذلك الكعبة والحجر الأسعد والأشياء دي كلها كلها عظم قدرها وعلى قدرها لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه فده في الأشياء إن ربنا لما ينظر لأشياء تتحول إلى أشياء عظيمة وكمان الله سبحانه وتعالى قد ينظر إلى الأوقات فيجعل الأوقات عظيمة فإذا كان أول ليلة في رمضانيا نظر الله إلى عباده ومن نظر الله إليه لا يعذبه إيه ده إذن نظر الله سبحانه وتعالى ده حاجة لا يحيط بها الإنسان فضل ونعم وبركة لا يحيط بها الإنسان كنز من كنوز الرحمن يبقى نظر الله سبحانه وتعالى ده كنز من كنوز الرحمن وزيك سبحانه وتعالى اللي حصل جعلهم بكل هذا الجلال والعظم إذن دايما لازم نعرف أنه لما ألؤون أن ربنا سبحانه وتعالى بينظر إلى الإنسان وإلى قلبه فيبقى كل ما يظهر عليك من جمال إنما هو من نظر الجميل إليك بأي جمال بيظهر عليك ده من نظر الله الجميل إليك وعشان كده إحنا لازم نعرف أن نحن نفهم أن نحن لسنا محل نظر الله عن استحقاق يعني ده مش حقنا أن ربنا ينظر إلينا عشان نعرف يعني إيه نعمة ولكن نحن محل نظر الله عن استرقاق لإننا عبيد فلما إحنا عبيد وربنا نظر إلينا يبقى نظره معناه إيه بقى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا يعني أنا محفوظ بنظر الله طبعا عشان كده قالوا ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بيه من أمراض سقيمة يبقى نظرة من الله سبحانه وتعالى تداوي كل الأمراض السقيمة لدرجة إيه سيدي إنه هو قلنا ورد كما ورد نظرة منك تجعل أشق العباد سعيدة يا نظرة من الله سبحانه وتعالى تجعل أشق العباد سعيدة يعني إيه؟ يعني نظرة رضا نظرة عطاء نظرة فضل ونظرة كرم وعشان كده لما بنقول أن الله ينظر إلى قلوبنا وعمالنا هو لماذا ينظر إلى قلوبنا عشان تستنير فتكون هناك بصيرة ما البصيرة دي ترى بإيه؟ ترى بنور الله يعني إيه ترى؟ ترى يعني إيه البصيرة ترى بنور الله؟ ترى بنور الله الذي يأتي من نظر الله إلى قلبك فعشان كده بندعي في الدعاء بنقوليه اللهم أرنا الحق حقا بيه؟ بنظرك إلى قلوبنا فبصائرنا ترى الحق حقا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارزقنا أهو بص بص الاتنينة اللهم أرنا الحق حقا أدوه عمل القلب وارزقنا اتباعا عمل الجوارح اللي هو إيه؟ إن الله لا ينظر إلى قلوب لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظروا إلى قلوبكم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأعمالكم آه يعني الله سبحانه وتعالى نظروا إلينا هو الذي يجعلنا نرى الخير ونسير في طريقه يعني هو الذي يجعلنا الذين آمنوا نور الله في قلوبنا لأن الإيمان ها هنا الإيمان هنا الإيمان ده نور يقضيفه الله سبحانه وتعالى في القلب يبينظر إلينا ده الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات يبقى إيه اللي حاصل وكأن هذا الحديث بيحكينا عن حاجة مهمة جدا عن حكاية كيف تكون الحياة سعيدة وكأنه بيقولنا أنتوا عارفين مفتاح السعادة في كل حياتك هو إيه إنك تتيقن إنك محل نظر الله سبحانه وتعالى فانهض ولا ترد مدده لك فإنه ما زال معك يبقى ربنا سبحانه وتعالى إيه مددوا معاك فبيقولك إيه فالحديث كانه بيقولك إيه إياك تستجيب للإيه للعجز والكسل دايما تخذوا حديث رسول الله سلم لما يستعيث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء فهو بيقولك لا تستجيب له ولا تستسلم له يعني حضرة النبي لما يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل فبيقولك إيه لا تستسلم لا للعجز ولا لكسل لا تستسلم لا للعجز ولا لكسل فما تستسلمش وعشان كده ليه ما تستسلمش لأن أنت عندك نظر الله إلى قلبك فما تستسلمش للا العجز ولا لكسل أنت عندك مدد الله سبحانه وتعالى فهو معاك ومعكم أينما كنتم فلذلك ما تستسلمش لده علشان كده دايما بوص أحبابي وأقول لهم عليك أن تتيقن من نظره إليك وأن تملأ قلبك بأنوار هذا النظر فتتهيأ بصيرتك لرؤية جماله فالجميل لا يرى إلا بتجليات جماله يعني هيئ نفسك أن ربنا ناظر إلى جمال قلبك فترى أنوار تجعلك ترى الله عرف لي لأن الله سبحانه وتعالى نور هفاكرين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء هو لازم نسأل نفسنا والحديث دي جاي ليه جاي لكي ترى حقيقة كل شيء ايه ليه ترى حقيقة كل شيء هو ايه المشكلة اللي بتحصل لنا في حياتنا إن أنا شايف الأيام تقيلة أيام صعبة أيام الأحداث مرة أحداث موجعة طب هل ده صح يعني أنت شايف أن الحادي بهذا السوء وبهذه المرارة والله سبحانه وتعالى خالقه كل شيء وإن الله كتب الإحسان على كل شيء فيجي واحد يقول لي ما أنا مش شايف إحسان أقول له صح أنت مش شايف إحسان بس العيب ليس في المناظر ولكن العيب في الناظر العيب فيك إنت ليه العيب فيك إنت لأن أنت لم ترى الحياة بنور الله قال لي وكيف أحصل نور الله دايما يقول لي كده كيف أرى الله يقول لي أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك يعني إيه فإن تيقنت أنه يراك تراه يعني إذا تيقنت أن الله ينظر إليك ويراك أنت ستراه هو ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان كده الحديث بيقول لك إيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا بغريرة في قوله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يعني إيه عايز تشوف الدنيا مختلفة عايز تشوف الدنيا لا تساوي جناح بعوضة وترى أن الأشياء كلها أخذت حقيقتها من ماذا؟ من رزق الله ومدد الله يعني أنا أتكلمكم من كلام اللي أنا أتكلمه ده لو إن أنا شايف وأرى بنور الله أرى أن الكلام بتاعي دوت مجرد هوى لكن إيه اللي خل كلامي دوت يحمل معنى يصل إليكم نظر الله سبحانه وتعالى أنتوا شايفيني وأنا شايف حضراتكم طب أنتوا شايفيني وأنا شايفكم بإيه؟ بنور الله؟ أنتوا أسألكم سؤال مش إحنا عندنا في الفيزياء بنقول إن الأجسام كلها معتمة؟ كل الأجسام معتمة طب ليه الأجسام معتمة؟ الأجسام معتمة لأنها لن ترى الأشياء إلا بنور الله الأشياء مش أي حاجة في الدنيا مش تشوفها غير بنور الله لكن لما تقرر تشوف الأشياء بها هي بس ما تبقى الأشياء معتمة وعشان كده دايما نقول لأحبابي فخذ من نظر الحبيب الأجل لك ما تذوق بي حلاوة كنت بصره الذي يبصر به يعني خد من جمال نظر الله إليك إن أنت تحس أن الله سبحانه وتعالى أنار بصرك فرأيت بنوره ولذلك لما سألوني وقلوا لي قل لنا شيئا عن دوام نظر الله لقلوبنا فقلت لهم علم سبحانه وتعالى أن نفوسنا هي مصدر داء ومرض قلوبنا فهي تديم كسر خواطرنا بالوجع والكآبة والمخاوف فأدام النظر لقلوبنا بيانا لحنانه ووفاءا بوعده محبتي وإذا مردت فهو يشفين ينهى ربي للدرجات الحنان ده تأتي النفس الأمر بالسوء فترمي على القلب الأمراض وترمي على القلب الأمراض وتعمل حجب مش كده كلا بران على قلوبهم آه تجيب النفس الران تحط الران فإلا يحصل فالقلب يمرض فالله ينظر إلى قلوبنا وإذا مردت فهو يشفين فيشف قلوبنا ولذلك بقول لحضرتكم تيقن من نظر الشاف القريب لقلبك يجبر ويشفى ويطيب يعني تيقن من نظر الله إلى قلبك يشفى من كل ما فيه ويبقى الحديث ساعتها بيقول لنا إيه زي ما فيه ناس كتير بتهتم بشكله و بصورتها ويكونوا في أشد الحرص أن يكونوا بكامل شياكتهم و أناقتهم و في صورتهم و المتألقة علشان لما عيوني الناس تقع عليهم تقع على صورة جميلة و رائقة و فائقة و ده مش غلط بالمناسبة و ده من حق الجسد و من حق الجسد أنه يستر بالجمال مش يستر بأي حاجة حتى الجسد بتاعنا حضرت النبي يقول من كان له شعر فليكرمه يعني اللي ليه جسد يكرمه لكن لازم نفهم أن نظر الله بيقع على القلوب و الأعمال فلازم قلبك يكون نظيف من الغل و الحقد و الحسد و الكر و عدم تمني الخير للناس ليه عشان كل ما نظفت الوعاء كل ما رأيت جمال العطاء كل ما نظفت الوعاء اللي هو القلب ده كل ما ذقت حلاوة ايه كل ما ذقت شهد العطاء تشوف كده جمال نظر الله إلى قلبك و جمال العمال بتاعتنا لما تكون محل نظر الله يكون معناه ده إن عملنا بيحبها الله سبحانه وتعالى و هنا عايز أقول للأسف في ناس قلوبهم غير قبل التطهير زي ما ربنا قال إيه اللي حصل الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ليه يعني علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيوصف القلوب دي بإنها قلوب مليانة بالأوساخ ليه طيب؟ لإنه أرادوا أن يبعدوا قلوبهم عن الله سبحانه وتعالى فإنه يحصل فتظهر بقى الحاجات اللي في القلوب لما الله سبحانه وتعالى يقول يوم تبلى السرائر ينهى ربيض فإنه يحصل فتظهر بقى المشكلات إيه اللي يحصل الناس بقى تشوف الحكاية بقى تشوف اللي بيحصل بقى يوم القيامة عندما يظهر ما أخفاه الله سبحانه وتعالى في تلك القلوب يا سادة لازم نكون فاهمين أن القلوب دي لأنه محل نظر الله شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما نظر إلى الكعبة قدسها لما نظر إلى رمضان باركه لما نظر إلى الحجر الأسعد نوره طيب ربنا لما نظر إلى القلب إيه اللي حصل جعله كعبة الجسد فبقى القلب ده كعبة الجسد يعني إيه القلب بقى كعبة الجسد فكذين لما شرحنا حديث قوله قوله شرحنا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب ليه بقى القلب لأنه هو محل نظر الله سبحانه وتعالى ولذلك لازم نكون متأقنين بأن القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى عشان المدد وكمان وإحنا بنتكلم عن الحديث اللي احنا بصدد الكلام عنه لازم نفهمه مع حديث رسول الله سلم اللي احنا أوردناه دلوقتي ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وكمان ده يمكن يفسر لنا ليه العلماء جعله النية ركن من أركان العبادات عشان القلب ركن من أركان الحياة القلب ركن من أركان الحياة لأن دوة اللي احنا إذا صلح صلحة حياة الإنسان وإن هو محل نظر الله والنظر مش بس للقلب ده حظت النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فربنا سبحانه وتعالى هينظر للعمل ودي حقيقة أكدها القرآن في قول تعالى وَقُلْ اِعْمَالُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ طيب هو معنى الحديث إننا ما نهتمش بالظاهر يعني ما نهتمش بشكلنا ما نهتمش بالفينشينج بتاع الأشياء ما نهتمش بس غير بنوايانا ما ناخدش بالأسباب لا الجواب ده لا طبعا ده الدين كله جمال وربنا جميل بيحب الجمال ووصلنا للإهتمام بالظاهر ووصلنا بده وخلانا كمان نهتم وأمرنا يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد يبقى إيه اللي حاصل فأمرنا بإن إحنا يكون عندنا اهتمام بالجمال ولذلك لابد إن إحنا نسعى للحرص على الجمال في كل حال ولذلك في الحديث اللي إحنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته يبقى كل حكاية إن النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا إن يكون شكلنا حلو من برة ولكن إحنا من الداخل مليانين قبح وكأنه بيقولنا إياكم أن تجملوا أو أن تحسنوا الظاهر وتخريبوا الباطن ليه طيب؟ أقول لكم القصة القصة أن باطن الإنسان هو أكبر جزء في الإنسان مش ظاهر الإنسان باطن الإنسان اللي فيه القلب وبتنزل عليه تجليات الروح وباطن الإنسان اللي هو عميق باطن الإنسان المليء بالأسرار باطن الإنسان المليء بالأفكار باطن الإنسان المليء بالنعم فباطن الإنسان مليء بالنعم ولذلك أين أودع الله القلب في الباطن ولا في الظاهر في الباطن باطن عشان يقول لك ان الباطن بتاعك ده على اتساعه ده الله ملأه بالنور الباطن بتاعك ده الله غمره بالنور يعني لازم تحس ان جوك كده باطنك مغمور بنور الله لان الله سبحانه وتعالى اذا كان ينظر الى القلب الذي في باطنك ايه اللي يحصل يعني باطنك كله كأنك ايه اللي حاصل غمسته في شهد انوار الله ولذلك تعالوا نقول كده ازاي الواحد فينا يكون مهتم دايما ويكون دايما قلبه حاضر مع الله سبحانه وتعالى اولا من اراد الراحة بان يكتب بان يكتب قلبه في اهل التسليم فليغسله بهذه الاربعة اللي عايز بقى يبقى قلبه كده وقلبه يبقى مكتوب في اهل التسليم وفي اهل السلامة القلوب الا من قتى الله بقلب سليم فهو عايز قلبه يبقى كده يعمل حاجات دي اول حاجة ان سبحانه وتعالى جعلك في عين رحمته وان هو سبحانه جعلك في حالة حرية فلابد ان انت تعرف ان سجانك الحقيقي هو نفسك فلا تستسلم لخزلانها وتحرر تحرر من اسرك لنفسك وعرف ان هي اللي بتخذلك وهي اللي بتقسرك وان هي اللي بتعجزك وهي اللي بتكسلك فلذلك هي لما تيجي تقولك انت محبط انت ما عندكش امل انت ما عندكش حاجة اياك تستجيب ليها يبقى سجنك الحقيقي هو فين سجنك الحقيقي هو نفسك الامارة بالسوء تاني حاجة لازم تعرف ان كل مكسور مكسوم له لطف من الله يجبر خاطرة ما ما حصل ان انت يكون عندك اي كس انت لك نصيب من لطف الله وجبر خاطرك من الله فما تنكسرش لان ربنا نظر الى قلبك في ازاي قلبك ايه يحصل في ازاي تتصور ان قلبك اللي ربنا نظر اليه ده هيظل ايه مكسور الخاطر ابدا وما النظر اللي بيعمل ايه بيداوي خواطر الناس وبيجبر خواطر الناس الحاجة التالتة ان كل جرح بانوار نظر الله يوداوى ويستر كل جرح جواك ربنا سبحانه وتعالى يوداوي بانواره ويستره انت بس اللي ساعد بتفضاحه وساعد تجيب حاجة تحك فيه هذا الجرح بعد ما يكون ربنا دوابه بنظره بنظره اليك رابع حاجة ان دوام العمل بامل في الشدة علامة القلب المنور ان انت ايه اللي حصل استمر في العمل وما تتوقفش في اي وقت في الشدة وخاصة في الشدائد ايه لا يحصل ده من علامة ان قلبك منور بنور الله ولذلك لازم تكون عشان تثبت قلبك في دوان اهل التسليم لا بأس ان انت تدعو ويريد تدعو بالدعاء ده في الصباح وفي المساء اللهم اجعلني من اهل التسليم الذين اذا نزلت بهم الشدائد لا يستسلمون ولا يعجزون ولا يكسلون والذين هم بلطيف تدبيرك ممدودون وانوار معيتك يتنفسون واجعل سر سعادتي في يقيني بان مع العسر نظرا ولطفا وحنانا ويسرا وفرجا قريبا نقول الدعاء تاني اللهم اجعل اللهم اجعلني من اهل التسليم الذين اذا نزلت بهم الشدائد لا يستسلمون ولا يعجزون ولا يكسلون والذين هم بلطيف تدبيرك ممدودون وانوار معيتك يتنفسون واجعل سر حياتي وسعادتي في يقيني بان مع العسر نظرا ولطفا وحنانا ويسرا وفرجا قريبا يا رب العالمين اجعلنا دائما نذوق حلاوة نظرك الينا ويا ربنا لا تحرمنا ان نكون من اهل دوام النظر اليك واجعلنا يا ربنا من المقبلين عليك في كل وقت وحين يا سيدة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي على الدوام بتكون جسر بنا وبينكم تفتح لنا افاق من النور والبركة وتكون ان شاء الله من عملكم وعملنا الصالح ان شاء الله وتكون باب من ابواب الاقبال على الله وباب من ابواب نظره الينا يا رب انظر الينا على الدوام انظر الينا وحنا مجتمعين نتدرس العلم ونتلو الايات ونطلب الرحمات فترزقنا بالهبات والنفحات يا رب العالمين نشوف الاسئلة بقى اسئلة حضراتكم اللي اكرمتونا وارسلتوها على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره واول سؤال عندنا بيقول ايه زوجتي اخدت عفش البيت كله وانا في الشغل ونمت على الارض ثلاث شهور مع العلم باني قيمت الزوجية بمبلغ سبع تلاف جنيه والعفش اللي اخدته حوالي مئة وخمسين الف فما حكم ذلك يبدولي ان من الحكاية اللي انت حكيتها كده الناس هتقول ايه الناس هتقول ان انت ده ظلم ومش هقدر اقولك ان انت ده ظلم ليه طيب لان اذا كانت الايمة المكتوبة بسبع تلاف جنيه احنا لسه معرفناش العفش اللي اتاخد ده اللي انا مش موافق ان زوجة تاخد العفش من وراء جزء وهو في الشغل انا موافق ان الناس لما تيجي يحصل بينها حاجة من حالة من حالات الرشد حالة من حالات المفارقة بالمعروف حالة من حالات الكرامة لكل الزوجين هو ده المطلوب في ايه اللي حاصل هي لو كانت الايمة بتاعتها بسبع تلاف جنيه بس وهي جايبة كل العفش اللي هي اخدته طيب ما العفش ده عفشها خاصة انه كان معاه فوتيره فالعفش ده عفشها فانا ما اقدرش اقول ان اللي اخدته ده هيكون غصب يعني غصبة الحياة دي يعني اخذت مال غيرها واكلت مالة الناس بالباطل ما اقدرش اقول كده ما اقدرش اقول كده ليه لان انا مش عارف هي العفش اللي اخدته ده كانت هي اللي جايبها ولا انت اللي كنت جايبه طيب العفش اللي هي اخدته ده معاه فوتيره ولا لا يعني معاها ما يثبت ان هي ملكة ولا لا طيب هي لو كانت هي اللي جايب العفش ده فاخدته اه هي عملت معصية ان هي عملت ايه ان غفلت جزء وخدت العفش من وراه لان هو ما زال زوجها وده مش من العشرة الحسنة ده مش من العشرة الايه الحسنة لكن العشرة الحسنة بتقول ايه يمساكم بمعروف او تسريحهم باحسان طيب هل فاقعال ده فيه التسريح باحسان يعني عافين مفارقة باحسان لا ده مش مفارقة باحسان وخاصة لو كنا لسه متجوزين طب نعمل ايه نيعود الناس مع بعضهم لكن مش كل واحد يغضب من التاني يروح خاطف حاجة ويجري لا ده ما يصحش وما يجس شرعا وده ما يصحش اما وان بقى هي خادت الحاجات دي مش هقدر اقولك ان ده نوع من انواع غصب المال مال الغير واكل مال الغير ده بالباطل الا اذا كنت اسألك وزاك السؤال ده محتاج حاجة اسمعها عندنا بيسميها في الفتوى محتاج استيفاء استيفاء يعني ايه ان نسأل بعض الاسئلة اللي منها هي العفش ده هي اللي جايباه ولا حد تاني اللي كان جايبه فاذا كان العفش ده هي اللي جايباه وهي ملكة الوثيقة اللي هي تدل على زيك فده عفشها حتى لو كان في الايمة مكتوب اقل من ده لان هي ده ملكها وهي كانت وضعاه لكي تحيا به معك لان الاصل ان الزوج هو اللي يؤسس بيت الزوجية فاذا ده ما حصلت شوية اؤسسته بنفسها ومعاها ما يثبت ملكها لده فاخذته اه هي متعدية ان هي تعدت على حرمة البيت ده لكن ده ما يمنعش وما يخلاش هي اختصبت هذا المال يا سادة هنخرج لفاصل ونرجع تاني نكمل معاكم اسئلتكم من باركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم مع اسئلتكم من باركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ومعانا سؤال بيقول بالنسبة لي يا اقارب كلما وددتهم خاصموا اعمل ايه بس يا سيدي احنا عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح اللي بيرب الإنسان على الرقي الأخلاقي واللي بيعلمنا يعني ايه مكرم الأخلاق مكرم الأخلاق لا تكون الا لا تظهر بجلاء وتتلألأ وتتألق لا تظهر لا يحصل لها كهذا إلا أمام ما وسوي الأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي سيدنا عمر ايه لما الراجل يهودي اشتد عليه واخذ بتلبيبي فماذا قال له كنا أحوج إلى غير ذلك يا عمر كنت أحوج إلى أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء فكانت العلامة اللي ظهرت على حضرة النبي أنه لا يزيده الجهل عليه إلا حلمة يعني كل ما يزيدوش مساوئ الأخلاق إلا مكرم الأخلاق ولذلك حضرة النبي حبي يخلينا نرتشف من عزب أخلاقي فقال ليس الواصل بالمكافئ يعني ليس صاحب مكرم الأخلاق أن الأخلاق عنده خدهات اللي أنا بسميه بزنست الأخلاق فيه ليه مصلحة عندك أحسن إليك ليك مصلحة لا لكن مكرم الأخلاق تأتي إمتى حتى مع مساوئ الأخلاق لإني دايما بقول العهد الذي بيننا وبين الله أن نطيع الله في من عصى الله فينا أن نطيع الله في من عصى الله فينا يبقى إلا حاصل يبقى ليس الواصل بالمكافئ يبقى أنت استمر فأنت بتقول لي أعمل إيه؟ استمر استمر يعني إيه؟ أسألك سؤال سلة رحمة ده من الطاعات من الطاعات من العبادات من العبادات هل العبادة تتوقف عنها؟ يعني إذا أنت ما كنتش مبسوط مش هتصلي؟ العبادة يا سيدي سلة بين العبد وربي فلا تنقطع مهما كانت الظروف ما تنقطعش كمل واستمر والله سبحانه وتعالى يحب من عمل أدوامه وإنقله استمر إن شاء الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الثواب يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى خلاهم ومع إن أنا بودهم هم يخصموني لأن الله أراد أن يضاعف لك الثواب مسكين أنت محتاج سواب ومحتاج قرب ومحتاج فتح ومحتاج مدد من الله سبحانه وتعالى فتوكل واستمر إن شاء الله ربنا يجعلك في محل نظره على الدوام السؤال بعد كده بيقول أنا دلوقتي لو حد خلاني أحلف إني ما أقولش الحاجة دي لحد بس الحاجة دي هتأذي شخص تاني ولازم تتقال بس أنا أحلفت ينفع عادي أقولها للشخص اللي هيتأذي بعد ما أحلفت وربنا هيسامحني أول حاجة ده حاجة اسمها السر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالأمانات لا مش بس المجالس بالأمانات ده كمان هو جعلك تقسم على هذا طيب إحنا عندنا حد هيتضرر هيتضرر يعني يحصل إيه حد هيسرع حد حد هيئتي الحد أول حاجات دي الضرورات تبوح المحذورات لو كان في كده لكن في واحد هيعمل حاجة ويبيع حاجة البيع ده وتأذي حد فأنا عايزة أن أبيعه ويروح يشتري قبل ما لا بس هتعمل إنت إيه بقى لو إنت شايف أن فيه ضرر على الشخص ده إيه اللي حاصل تنصحه ولا أو شوف الالتزان بيقول إيه أن تذهب فتنصحه ولا تفشي السر يعني ما تروحش تقوله فلان قال لي كذا 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 فلان قال لي إن هو في اليوم الفلاني ده هيجي ويعمل حاجة تأذيك ولكن تجي تقوله إيه خليك حريص الأيام اللي جاية فيه حاجات عتحصل كد 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 تنصحه وهذا يجعلك شخصا متزنا لا أنت أفشيت السر ولا أنت كمان تركت الناس تتضرر طيب هل نصيحة الناس اللي منع الضر عنهم ده نوع من أنواع إفشاء الأسرار آبادا فنصيحتي ليك اللي تخليك حافظ السر للناس ومنع الضر عن الناس أنك تنصح الشخص وتؤكد عليه تأكيدا أن أنت عارف من طرق متعددة من غير ما يبقى تفشي سر الراجل أنه يحصل كد 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 بما ينفي عنه الأذى فانصحه ولا تفشي السر فانصحه ولا تفشي السر يبقى أنت عملت الاتنين إيه اللي حاصل ساعدت الشخص على أنه يتجنب الدر وكنت عاملا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان لأن في الحققة أنت مش متعاون يعني حفظك للسر ليس تعاوناً على الإسم والعدوان لأن معنى التعاون على الإسم والعدوان هو أنك إذا لم تفعل هذا لا يقع العدوان والإسم لكن العدوان والإسم لا يقع بفعل هذا الشخص فأنت مش متعاون عن الإسم والعدوان يبقى إيه اللي حاصل عليك أن أنت تعمل ده ليه بقى؟ لأن احنا جربنا كتير الناس كتير يسألوا مثل هذا السؤال فييجي نعمل إيه فالناس يتسببوا في الوقيعة بين الناس هو الراجل ما كانتش عامل حاجة وقال كلمتين كده في وقت ما عرفش غضب فرح قال له كده فالناس حصلوا وقيعة بينهم والناس فسدت علاقات بينهم وناس بالعكس لو ممكن الناس تعمل أشد من ذلك وأسوأ من ذلك وخاصة لو كان عندهم علاقات ما بينهم يبقى الحل هو إيه؟ حل سهل إيه يا سيدي؟ النصيحة والحفاظ على السر يبقى أنت كده فعلت الأمرين دون ما أنت تقع في مخالفة شرعية لأن أنت سألتني أعمل إيه؟ هل أن أنا أفشي السر؟ لا ما تفشيش السر وانصع الشخص بما يجنبه الإيه؟ بما يجنبه الضرر الذي يقع عليه حماتي ندرة أنها تفرق ندرة أنها تفرق لحمة وما قدرتش تفرق تعمل إيه؟ بدل خلاص هي لن تستطيع أن أنت أنها في أي وقت من الأوقات أنها حصل تحصل مال يمكن أن تشتري به اللحمة وتوزعه على ما قالت يعني لو قالت خمسة كيلو قالت عشر كيلو قالت هوزع عشرين كيلو لأنه قال لي لحمة ما قالش أنها ندرت أنها تدبح قالت أنها توزع لحمة لو هي مش تقدر تعمل الكلام ده خلاص إمكانياتها مش باين في الأفق ولا في المستقبل أنها تعمل كده تعمل إيه؟ تكفر عن اليمين لأن إحنا عندنا من نذر نذرا من نذر نذرا ولم يستطع أن يؤديه يعمل إيه؟ يخرج منه بكفارة يمين وليس عليه إثم لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه زوجي بيبعدني عن أهلي أعمل إيه؟ لو كان بيبعدك عن أبوك وأمك ما تستجيبش إليه يعني لو بيأمرك بقطع رحمك وعدم بر أبوك وأمك لا ما تستجيبش إليه يعني إيه ما تستجيبش إليه؟ اللي هو بيعمله ده مش هقولك أن أنت تتنزع معاه لا أنا هوجه له الكلام دلوقتي منعك لزوجتك أن هي تبر أبوها وأمها أو منعك لها من زيارة أبوها وأمها ده حرام عليك لا يجوز شرعا لا يجوز لك أن أنت تمنعها من زيارة أبوها وأمها وكذلك ما يجوز لك أن أنت تمنعها من زيارة إخوتها مثلا في أوقات متبعنا فيبقى إيه اللي حاصل يبقى ده مش من حقك إن أنت تعمل ده إذا كانت هي بتروح لأهلها بغير شيء مضر إن هم مثلا عندهم المكان اللي بتزوروا فيهم دولة مكان بيحصل فيه أي مشكلات فيه خطر على حياتهم ما فيش الكلام ده يبقى إيه اللي حاصل يبقى ليس لك حق أن تقوم بمنع زوجتك من أهلك أنت بتقول ليه بقى أعمل إيه ببساطة خالص احسني إليه والأهله لأن أقرب طريق لقلب جوزك أهله وقد يكون هو بيعمل كده لأنه حاسس أن أنت لا تفعلي مع أهله ما يتمنى أن تفعليه فبيعمل ده بشكل انتقام عندنا زائرة زائرة اسمها الانتقام الزواجي فممكن يكون بيعمل كده لهذا السبب وقد يكون بيعمل كده لأنه بيغير عليك يبقى إيه اللي حاصل يبقى تخففي ما أنتوا يسألتيني أعمل إيه ودي استشارة تخففي من الزيارة تروح تزوري لمدة ساعة وترجعي مش لازم الزيارة تبقى يوم بحاله يبقى إيه اللي حاصل لغاية ما هو يحس بالسعادة والأمر الثاني الأمر سهل اطلوب منه أنه هو يصاحبك لغاية الزيارة لعناك يبقى عندنا شوية حاجات كده لو تعاملت انت سألتيني الاستشارة أني أعمل إيه خفف من الزيارة واطلوب منه أنه هو يصاحبك في هذه الزيارة وكمان أحسني إليه والأهله كل ده هيخلي المسائل أنه هو يحس بأن زيارتك لأهلك مش بتأثر بالسلب على حياتك الزوجية يا رب اكرمنا واجعلنا دايما من أهل الطاعة ومن أهل الرشد يا رب العالمين احنا النهاردة اكلمنا عن حديث اسمه حديث أنا بسميه حديث المدد حديث النظر إلى القلوب يا رب انظر إلى قلوبنا واجعلنا دايما يا ربنا في محل نظرك لو نظرت إلى قلوبنا لو وجدت قلوبنا يا مولانا تطلب أن تكون من أهل السجود تحت عرشك فاللهم ارزق قلوبنا يا رب بنظرك إلى قلوبنا وبودك الدائم فيا ربنا أنت نظرت إلينا في الأزل وأنت بنظرك إلى قلوبنا لم تزل فنسألك بحق نظرك إلى قلوبنا أن ترزقنا صفاء لتلك القلوب وأن تجعل نظرك إلينا يجعل قلوبنا قلوبا سليمة نقبل بها عليك ونسجد تحت عرشك بين يديك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين رزقنا نعمة النظر إلى وجهك الكريم بنظرة من رحمتك وودك يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا